أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بتثبيت 23 موظفا مؤقتا في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بعد أن انتهت فترة عقودهم المؤقتة كما أمر سموه بتمديد فترة تدريب 66 مواطنا لمدة ثلاثة أشهر أخرى ممن كانوا يعملون في الوزارة المذكورة بصورة مؤقتة من قائمة 1912 جامعيا ضمن برنامج تدريب تمكين وانتهت فترة توظيفهم وذلك لحين أن يتم توفيق أوضاعهم ويأتي ذلك مراعة من سموه لوضعهم الإنساني وحرصا منه على أبعادهم عن البطالة إلى حين إيجاد البدائل المناسبة لهم وفق الأمكانيات والشواغر المتاحة كما أمر سموه وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتوفيق أوضاع متدربي تمكين العاملين في الوزارة خلال الفترة بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقد جاء هذا الأمر الكريم من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في إطار المناشدات التي رفعها الموظفون المواقتون الذين انتهت فترة عقودهم في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشان وضعهم الإنساني بعد أن أصبحوا من دون عمل ولا مصدر رزق حيث بادر سموه فورا بإصدار أمره الكريم بأن يتم تسكين 23 موظفا كانوا يعملون بصورة مؤقتة على وظائف دائمة توفر لهم العيش الكريم وتضمن لهم مصدر الرزق الثابت والدام وبما يتناسب مع خبراتهم والشواغر المتاحة في الجهازين التنفيذي والبلدي في الوزارة وذلك بعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن وقد رفع المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خالص الشكري وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على توجيهات سموه بتسكين العاملين بعقود واقتة في الوزارة وانتهت فترة عقود على الشواغر المتاحة وتمديد فترة متدربي تمكين مؤكدا أن توجيهات سموه سيكون لها الأثر البالغ لدى هؤلاء الموظفين ودفعهم نحو مزيد من البذل والعطاء ليساهموا مع زملائهم بالوزارة في الارتقاء بالعمل البلدي والخدمي والعمراني شكرا